مجددا صباح الخير لكل أعزائنا المشاهدين وأكيد بأكيد ليلة الميلاد وكل التحضيرات اللي عم تسبق هالولادة العظيمة ولادة المخلص يسوع المسيح وأجمل نشيد كان من السماء للأرض المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة فكيف إذا كانت وقفتنا الميلادية اليوم مع جمعية رسالة سلام وهالصوت اللي عم تحمله لمليان سلام لكل إنسان محتاج لكل إنسان عم بيصرخ لها السلام وأول سلام هو سلام هالمصالحة بين نحن البشر ومع الله فاليوم بيشرفني وبسدني نكون عم بستضيف ضمن هالفكرة الدكتور هكتور حجار وهو رئيس جمعية رسالة سلام تنكون عم نحكي سوا عنها الجمعية وأيضا بظل كل هالوضع اللي عم بتعاني منه كل الجمعيات اليوم رسالة سلام هي بارقة أمل ورجاء بإيماننا وأكيد مع ولأجل كرامة الإنسان صباح الخير دكتور صباح النور ينعد على الجميع وينعد عليك وعليك يا رب وهيك ميلاد مجيد مليان من السلام فكيف إذا كنا اليوم بوقفتنا مع رسالة سلام إذا بنرجع هيك لهالانطلاقة المساج دوبي أكيد وكيف كانت هالفكرة لإطلاق هالجمعية الفكرة هي في شريحة من مجتمعنا هني أشخاص عندهم حاجات خاصة صعوبات زينية كبار ما في كتير مؤسسات بتهتم فيهم إجينا نداء من شاب صديق ونحنا كنا جماعة روحية وعلى ضوء هيدا النداء جربنا نقول نعم وهيدا النعم من سنة الألفان وثلاثة إلى اليوم صلى 16 سنة وبلشنا هيك مع فريق صغير ضمن المعرفة البسيطة مسيسرين حالنا هالنعم جرت لمجموعات نعم مننا اليوم متران جيم إيل نعم وإجا عايش معنا عم بعيش الرترة تبعوا معنا عنا 90 شاب وصبية موجودين عنا فريق عملي كتير كبير 50 شخص اللي بدي إلك إيه أول نعم ما بنعرف وين بتودينا حلو بس رغم كل يمكن هيك هالتساؤلات وهيك على مثال مريم اللي عرفت تقول نعم ميزتوا هالدعوة وأكيد لقدرتوا تقولوا هالنعم كان في عدة هيك خليني يقول أشخاص أو عدة كمان يمكن هيك نعم سماوية كنتوا قدرين من خلالها تميزوا عملكن ورسالتكن مع هالأشخاص بالصعوبات الذهنية بين اللي كان هيك مرافق هالمسيرة فعلا أكيد مع الروح القدس وفعل الروح القدس اليوم نحنا بذكرة شخص وفاة الشخص اللي كان مرافق هيدا الموضوع اللي هو الراهب اللبناني أبونا وبروسوس عائل فبهالتاريخ هو هالشخص هو اللي رافق من البداية حياتنا الروحية هو اللي تابع هو اللي هتم هو اللي نمى فينا هالدعوة وكنا عم نميز كيف منا فعلا نقول نعم بمجتمعنا كيف منا نحول حياتنا الروحية لنعم بمجتمعنا ونلتزم بمجتمعنا ونلتزم بقضايا الناس الأكتر فقر واللي صار هو انعرض علينا هالمشروع ولما انعرض ميزنا معه وكانت هيدا آخر سنة من حياته يعني آخر أشهر من حياته ميزنا معه وفيني يقولك أنه بالتمييز لنا نعم بس ما كنا عارفين حانا وراحين حلو وما كنا عارفين لوالح نوصل خلينا نشوف نتوقف هيك اللحظات مع بعض الوجوه بعض هيك كمان المساجات اللي عم بتوصلنا هي أيضا رسالة سلامة هيدا المساجات العلاقة بالواقع اللبناني كرمال هيك اليوم يح نسمع مساج شوي مميز ما يح نسمع لا ترتيلة ولا موسيقى الميلاد يح تسمع هيك نمط نمط جديد بيعبر اليوم نحنا وين يمكن هيك أنشودة السماء للأرض كانت وعلى الأرض السلام أما أنشودة الأرض للسماء رح نسمعها هلأ فعلا حديات كتيري ضياع وخوف من بكرة أهيا شي نستسلم ونر دخل الواقع بس نحنا برسالة سلام مساج دوبي قررنا نكمل متكلين على إيماننا بأله وثقتنا بشعبنا وبيتضامنوا معنا معرضنا الميلادي باقي وهالسنة بي مركزنا بي بكفية من ستة لأربع وعشرين كانون الأول من ثماني الصبح للست المساء سوا بنعمل كل الفرق وبيصير العيد أحلى دكتور أداي أدايك من الصعب أو ما بعرف إذا من السهل أنه رغم كل هالتحديات اللي عم نعيشها رغم كل هالأجواء العاصفة ما بنعرف الغد شو رح يكون في عنا بس رغم كل شي اليوم رسالة سلام مكفية بها المشوار ورغم كمان يعني بنعرف قداش كمان المؤسسات اللي عم تعنى بزوي الاحتياجات الخاصة عم بتعاني يعني وكمان كان في عدة وقفات وعدة مطالبات أيضا مع كل الوزارة الشؤون الاجتماعية وكل المعنيين بهالموضوع بدي ألك شغلي من اليوم الأول للحراك اللي كان عم بيسير نحنا أخذنا قرار بأنه ما رح نسكر ما رح نسكر لأنه نحنا بين إيدينا قضية كتير دقيقة هي قضية ناس مجروحين بزكاهم وأي تسكير ما بنعرف لوين بدوا يترتب عليه وشو الأوضاع اللي بدأت تصير من بعده حماية الناس الضعاف في مسؤوليتنا أخذنا هنا القرار بالرغم من كل ذلك بالرغم من أنه وزارة الشؤون متعسرة ووزارة المالية وكان القرار فردي وجماعي كان القرار هلقدي عميق مبني على الإيمان مبني على الصلابة مبني على التمييز مبني على الإرادة الصلبة لفرد لهو المسؤول وللجماعة كلها وفينا يقول لك أنه خلال كل هالفترة نحنا ما سكرنا فريقنا متضامن بشكل كتير عميق الأهالي متضامنين بشكل كتير عميق الشبيبي متضامنين ومجتمعنا متضامن نعم هيدا جواب على تحدي كتير كبير كتار ناس اعتبروا خلاصهم بشوية مصاري موجود بالبنك ونحنا من اليوم الأول اللي بلشنا فيه بالألفان وثلاثة خلاصنا بهو قضيتنا وفريق عملنا فكل والهيك نحنا ميزنا من الألفان وثلاثة والحمد لله اليوم لا نزال عم نقبط فريقنا بيتنا الداخلي مفتوح بيتنا الخارجي مفتوح مركز استقبالنا الخارجي مفتوح مع أنه في كتير صعوبات ولكن الليلي متل هالليلي خلينا نحكي عن الفرح مش عن الصعوبات خلينا نحكي عن التحديات مش على غير شي تاني نعم يمكن هيك الأشخاص اللي بيكونوا فعلا حامين هالقضية ومكرسين وقتهم وزيتهم وكل طاطل وجهدهم لخدمة الإنسان وخصوصا المجروحين بذكيهم متل ما ذكرت كيف قدرين هالأشخاص اللي عم بيرافقوا فعلا يقروا علامات هالأزمنة يقروا فعلا اليوم تدخل الله وعمله ومش الله اللي من ألفين سنة تجسد وانتهى دوره كيف اليوم أنتو قدرين كجماعة فعلا ترجعوا تعرفوا أنه يسوع المسيح هو حي وسط جماعة رسالة سلام في عنا ندائين ندائي الأول الشبيبة كل ما بتلتأبش بشخص مجروح أو ضعيف أو مهمش هو حضور المسيح بحياتك بناديك هايدي أول شغلي فنحنا في عنا من تسعين شخص منادات بعدد اللحظة قدران تسمعني فيك تحبني قدران تمسكلي إيدي تقطع من هون لهون فيك تساعدني بالشغل ومنكفي كل هالأسئلة هايدي أول صرخة صرغة الحضور الحي من الشخص المهمش تاني شغلي نحنا عنا حضور إيماني بحياتنا وعننا وقفات نحنا جماعة مرافقة منا موجودة بدون مرافقة هالمرافقة بتساعدك إنك تميز إنك تفهم وإنه إيمانك هو وقت الصعاب مريم مريم وقت قادة أول نعم وآخر نعم عند الصليب ما كانوا هينين ولولا هالحضور تبع الجماعة اللي كانت عم ترفقها لكنت الأولة ولا التانية قادة ألطها فنحنا في الشبيبة في الجماعة اللي عم تتشارك واللي عم تتميز واللي عم تزغي لا شك إنه في صعوبات بس بالرغم من الصعوبات حالك شغلي إنه نحن بمرحلة نعم بالصعوبات بدك تحضر حالك هي مرحلة نعم مرحلة بتخليك تفكر بطريقة مختلفة بتستمبت كل الضعف اللي فيك وكل الأدرات اللي فيك بتحولها لحلول حلو خاصة لما بتكون مؤمن نعم اليوم عدة مراكز للعمل ولتكونوا فعلا بها الاكتفاء يمكن الداخلي بها التمويل الداخلي لعدة نشاطات لعدة كل يعني متطلبات العيش بكرامة مع كل الشبيبة والجماعة شو هي مراكز العمل اليوم ومين بتحضم وكيف عم بيكون فعلا التمويل نحن مستقبل أشخاص مجروحين بزكاهم عندهم إعاقة زهنية خفيفة متوسطة وعميئة عندنا أربع برامج أو ثلاث برامج أساسية في أربعة بس ثلاثة كتير واضحة خلينا نبلش من الأصعب ومنرجع شوي شوي الأصعب شابه سبيه فقده الأم أو فقده الأم والبي وين بدون يروحوا الجواب موجود عنا بيجوا على بات رسالة السلام نعم نستقبلون عنا اليوم 21 شاب وصبيه وين المركز بكفية كل مركزنا بكفية نستقبلون بيعيشوا بكرامتون وبتتقدملون كل الخدمات اللي لازم تتقدمون تاني مشروع لهو برنامج تاني كبير الأشخاص اللي عندون صعوبات ذهنية يعاقة متقدمة ذهنياً أو بالعمر متقدمين ما بيقدروا يتحركوا هودا أشخاص في عاملينه النادي نهاري على 11 شهر بالسنة بيجوا الساعة 7 ونص بفلوا ساعة 2 مع برنامج متنوع بيطال استقلاليتهم اندماجهم بالمجتمع وهيدا البرنامج هو نادر نادر بالمجتمع اللبنان كل الخدمات هلأ بتشوف مين بيحملها تالت مشروع واللي هو أصعب أشخاص عندهم قدرات عندهم قدرات عندهم طقات عندهم صعوبات ذهنية بسيطة بيتدربوا هيدا البرنامج اللي كنت عملك تالت ورابع بيتدربوا وبيتحولوا لمشاغل لما بنقول مشاغل يعني عم نحكي عم نحكي عمل يدوي عمل يدوي ولكن هيدا المشاغل وهي كأنها مؤسسة صناعية تجارية لأنها تشتغل وبدأك تبيع عندنا مضخ بيهتم بوقعات يومية تنبيع بمنطقة بكفية ومحيطة هيدا بيشتغل فيه عشر أشخاص حلو عم بيكون فيه تجاوب فيه تجاوب والتجاوب عم بيكبر لما عم يعرفوا الناس لأي قضية عم تروحوا المصاري ولما بيجوا يشوفوا إنه الشبيبة تدربوا وعم يشتغلوا أكيد في عنا فريق مع شاف ومع كل التفاصيل عنا مشغل شمع للمناسبات من كل المناسبات وإنه إحنا بنعرف إنه الشمع بنستعمله من الولادة على مدارسة دخول المسيح للهيكل واواوا هيدا كمان بيشتغل فيه سبع أشخاص في عنا مشغل للتزيين من الأرانجموع العيد لزينة نوفوني الولد لما يخلق أول إرباني وبيطلع كمان هيدا بيشتغل فيه سبع أشخاص عنا مشغل بليكسيجلاس كمان بيشتغل فيه أشخاص وعنا مشغل عم نحضره هو التباعة اسمه سبليمسيون تباعة هيدا مشغل هلأ عم يتحضر كمان نأمن شغل كل هالمشاغل وكل هالبرامج فيه بيحملها فريق عمل متخصص بأبعاد مختلفة من البسيكولوج للمربي للمربي المختص لالبسيكوموتريسيان ومن كفة عنا خمسين شخص حتى مسؤول مبيعات مسؤول ستوك لأنه أنت عم تشتغل فيه عندك جزء تجاري جزء صناعي جزء تربوي نحن عنا خمسين شخص دوام كامل وعنا شي خمسة عشر دوام جزئي هيدا هي المؤسسة رسالة السلام كلها موجودة بكفية بحد كنيسة مجرس يحنوه شغلة عن التضامن هيدا المركز منه لقلنا هيدا المركز محطوط بتصرفنا لأنه الكنيسة لما بتشوف مبادرات جدية بتلاقيك مش عنص الطريق بتلاقيك من أول الطريق فكنيستنا كنيست الروم الكاتوليك مع أنه عندنا مطرام مروني والجمعية هي جمعية مسيحية كنيست الروم الكاتوليك يعني أبرشيد بيروت للروم الكاتوليك صلى حتى المركز مجانا بتصرف رسالة السلام من 11 سن هيدا بنرجع هيك نضوي كمان على هالعمل الكنسة وعلى كمان هالدور العلمانيين بالكنيسة ورسالتهم وخدمتهم إلى جانب الكيروس الكهنة الأساقفة وكل اللي هن فهيدا هيدا اليوم هيك كمان إضاءة نور من أنوار الميلاد لأنه فعلا لما تكون القضية إنسانية ومحقة وفي عمل جد أكيد لكيسي بتكون وقفة دكتور حجار زكرة هالإندماج هالإنخراط اليوم يعني منعرف أدي هالأشخاص المشروحين بزكاة هون أو عندهم تخلفات عقلية إلى ما هنالك اليوم هو في نوع من رفض المجتمع لهالفئة من الأشخاص كيف من خلال هيك رسالة سلام بترجعوا بتعززوا هالإندماج هالإنخراط بترجعوا بتاعتوا هالأكيد إيمتهم ما انفقدت ولا كرامتهم انطقست ولكن اليوم إنه رغم كل اللي عم بعيشوه فعلا إنه يعيشوا بها الفرح الإندماج بالنسبة لنا مانا فكرة هي واقع نحن عنا مشروعين نحملهم بحياتنا أول مشروع عنا مركزنا هو مركز مفتوح 24 24 لما بقول مفتوح يعني بيستقبل عنا منشطة اجتماعية شغلتها ومشغلتها تستقبل أشخاص عندهم رغبة يتعرفوا على الآخر المختلف بالبرامج باستقبل الميات من الطلاب الجامعات الميات من طلاب المدارس الميات من الصناعيين من الأخويات الميات تقريبا بيزور بالسنة مركزنا 3000 شخص وبيجوا دمون برنامج متكامل أما بيجوا بيقضوا نهار أما بيجوا بيعملوا لقاء وبيبرموا على المشاغل أما أما عنا القدرة نستقبلهم من صالة يجتمعوا فيها ويفكروا ويلتقوا بالشباب لا حتى يتغدوا لا حتى يقضوا نهار هيدا أول فكرة أنه نحن ملنا موجودين بمركز مغفل نحن موجودين بمركز سياسة الباب المفتوح بأي لحظة توصل على المركز بأي لحظة تطلب أنك تلتقى بالشبيبة أصلا بدون ما تطلب هني موجودين موجودين بالمركز بعج عاش هيدا أول اندماج نحن عملية الباب المفتوح تاني استقبال المفتوح تاني برنامج اللي هو هو اللي منعيشه هو أنه نحن حاملين مشروع هيدا المشروع في تجاوب كتير كبير عليه بالمجتمع تنطب يعني مثلا بسانت جوزف مدرسة مار يوسف بأبرشية أنتلياس يحنكون نحن حاضرين بالأسبوع الجاي ننقل مشغلنا على المدرسة مثل كمان على السي فرانسي بالأسبوع البعد ننقل مشغلنا على المدرسة ويجوا يشوفوا قدرات وطقات الشبيبية عندهم حاجات خاصة مع صفوف يشتغلوا عم يدوروا مع الطلاب يعني مع الطلاب ويشوفوا كيف بكل أنشطة على مدار السنة الروحية وغير الروحية والوطنية نحن موجودين السنة مثلا بالاستقلال كنا عم نعمل زيارة لسكنة غسطة وقضينا نهار فيها وكان استقبال مميز من بتصور فرقة المجول بالقضايا التانية يعني اعتبر اليوم ببدادية بكفية وكل ما بيصير بمنطقة المتل نحن منروح منشارك منحضر المعارض منشارك بالاحتفالات ولما منقول نحن ما عم نحكي فريق عمل عم نحكي شاببتنا بتشارك حلو أكيد يعني وسط كل هالرسالة وهيك هالسلام المفقود اليوم وهالصوت اللي كله عم نصرخ للسلام برأيك هيك شو أول سلام أو شو أساس هالسلام اللي عم بتحاولوا فعلا كجماعة بهالاندماج بهالانخراط بهالروحية اللي فعلا عم بتقاربوا فيها هالسلام لايكونش هيك شيء معيوش يعني عم نقدر نلمس ونعيش ومش مجرد كلمة من الخيال يا حول أدمى منعرف أدمى منعرف أدمى وصلنا بفهمنا اليوم رسالة سلام بتساوي قبول الآخر المختلف مشكلتنا يمكن اليوم بلبنان كله مشكلتنا بلبنان بالعالم بالإنسانية كلها نحن هالقد فهمنا وعم نجرب نطبق لما بتبلش الآخر تقبلوا المختلف عنك إذا كان مختلف عنك بالزهن بالشكل بالجنسي بالطايفة أنت بلشت تزرع بزور السلام برسالة سلام عنا الاختلاف الزهني من جهة والجسدي من جهة تاني ولكن أنا يحقلك شغلين يوم رسالة سلام تشبه لبنان الفريق عمله متعدد الطايف مش بسك فريق عمله بيشبه لبنان بوجود الإخوة اللاجئين السوريين لأنه الإخوة اللاجئين السوريين بدك من يقبلهم ونحن أخذنا المبادرة نقبلهم مش بالبعد السياسي بالبعد الإنسان عنا ست جنسيات بقلب المركز ست جنسيات عنا من مصر للسودان لأسيوبيا لبنجلالش للبنان لسوريا بالنسبة لألنا لما عم نتعلم كل ما بيطلع الضو وضغيب الشمس كيف نقبل ست جنسيات مع كل الاختلاف الطائفة تحت سقف واحد تحت سقف واحد والزهني نحن عم نجرب نقول هيدا إشانتيان ممكن انه يكون جواب علي قاله البابا الديس يوحنا بورستاني لبنان أكبر من بلد هو رسالة وهيدا ما عم نكتفي فيه بلبنان نقوله عم نحمل حالنا ونروح على أوروبا وعم نطلب من الأوروبيين يتفضلوا تعالى وانظر دكتور هكتور حجار أنا بدي أشرك اليوم على هالرسالة على رسالة سلام على هالصوت اللي اللي عم يصرخ صوت يمكن الوجع ولكن عم تعرفوا كيف تحولوه برغم الوزنات يمكن هاللي أعطيت واللي كانت أمانة بين إيديكم مع كل الجماعة اللي عم بترافق وأكيد مثل ما هيك ذكرت يمكن هيدا لبنان المصغر بجمعية رسالة سلام وهيدا القضية الإنسانية اللي يسوع بتجسده أيضا كان لأجل الإنسان ولأجل كرامة هالإنسان ولأجل إعادة هالصورة الحقيقية للإنسان فيعطيكم ألف عافة نحن وقفتنا اليوم الميلادية مع هيك أشخاص اختبروا يسوع الحي بحياتهم وانطلاقا من هالكلمة عم يقدروا يشتغلوا مع الإنسان أنا بدي أشكركم أول شي كإزاعة تليلوميار ومريمتي فيه بدي أشكركم لأننا جربت وتنقلوا صوت مختلف عن كل الأصوات واللي نحن ما منحب نحكي كتعمت قللي بالمدخل أنو وصلنا سنتين من قول وبعدني قبل ما إجي كمان كتمنت ردد مشكر مالشي لأنه نحن ما منحب نحكي وفي ضجيج كتير وبهالضجيج فيه صوت مفترض يكون صوت مختلف صوت بدي إلى السلام أنا بدي أقول يمكن فيه شي مميز بالألفان وتساطعش بميلاد الألفان وتساطعش دعوة مميزة نحن قدام تحدي أما أن نكون جماعة متضامنة لبنانية أما أن نكون وحوش ومناكل بعض عند الأزمات أما سقافة المحبة أما سقافة الموت أنا كل نساء أنه في سقافة محبة بدأ كل الناس تعمل خطوات ويشوفوا الفرح الكبير تضامننا وسقافة المحبة بتاعت كل الفرق ولولا هالسقافة نحن ما بقينا بين ميات المؤسسات اللي سكرت ما بقينا لحد اليوم فريقنا عم يقبض ومؤسساتنا مكفي يعني أكيد هيدا شغل الله وهيدا نعم الله علينا المهم أنه أن نأتي وننظر وهيك دايما هيدا السؤال والجواب على اليقين وهيدا إيماننا بقضية الإنسان فوق كل شيء أهلا وسهلا فيك وعلى أمل دايما اللقاء وأكيد ميلاد مجيد لك ولكل العاملين ولكل الشباب والصبايا ولكل شخص مؤمن برسالة السلام منقول للمشاهدينا تعالوا وانظروا وانظروا مجددا أعزائنا المشاهدين وأكيد ضمن هالمواضيع اللي كمان اليوم عم بطال الإنسان بريك وأكيد من بعدهم كفين سوا وخليكم معنا